روكبير سونغ المدير الفني لمنتخب الكاميروني قبل مواجهة سويسرا التصريحات محترمة جدا في احترام كبير لمنتخب السويسري نشوف ونرجع نكمل نحن نحترم سويسرا وكلنا نعلم إلى أين نحن ذاهبون لكن لا أحد هنا يعرف إلى أين سنتوقف نحن نعمل منذ وقت طويل وسنحاول التأثير في نقاط ضعفهم من خلال نقاط قوتنا أعتقد أنك ستكون سعيدا برؤية ما يمكننا تقديمه في هذه البطولة نحن جاهزون لرفع التحدي وننتظر فقط انطلاق المباراة أمام السويسرا لإظهار ذلك والهدوء موجود والتركيز كذلك وكل ما يهمنا هو أن نكون في أحسن أحوالنا في الملعب سنبذل قصارى جهدنا للحصول على ثلاث نقاط أمام السويسرا ورئيس الاتحاد سامويل إتو موجود معنا للسهر على راحة المنتخب وحتى يكون اللاعبون في أفضل الظروف طبعا فاكرين سونج فاكرين سونج سونج وزيدان سونج وزيدان لما زيدان خدوا خطف منه كورة في فاينال 2008 كاس فضا من الأفريقية طبعا مصر والكاميرا لأنه هو الموديل الفني لي المنتخب الكاميروني والكاميرون هتلعب مباراة صعبة جدا قدام المنتخب السويسرا واحد من المنتخبات الأوروبية الكبيرة جدا منظمة جدا كاميرون منتخب أفريقي محترم محترم جدا بس المواجهة مش هتبقى هينة قدام المنتخب السويسري هتحتاج الكاميروني أنها هتلعب أحيانا بشكل دفاعي وفي أحيان أقل هتلعب بشكل هجومي ودي تدريبات المنتخب الكاميروني أمام حضراتكم قبل مواجهة المنتخب السويسري وإن شاء الله المباراة تبقى صالح المنتخب الكاميروني بإذن الله